السلام عليكم جميعا في هذا الدرس من دروس التعلم على برنامج الارجيا سيبرو رح نتعرف على أداء أو مجموعة أدوات من خلالهم احنا نقدر نعرف المناطق المبنية في أي منطقة جغرافية احنا مهتمين نعرف مناطق توزيع المباني بحيث نستطيع الوصول إلى خريطة هاي الخريطة بتبيننا المناطق المبنية والمناطق اللي فيها بناء بشكل متوسط والمناطق قليلة البناء أو عديمة البناء طبعا هذا التحليل مهم جدا باستخدموه جميع المتخصصين في اللانديوز باستخدامات الأراضي سواء في البلديات أو في المؤسسات اللي بتتعامل مع بيانات بتخص المباني عشان نقدر نعمل هذا التحليل ونوصل للمناطق المبنية نحن بحاجة إلى طبقة المباني طبقة المباني فيها مجموعة مباني داخل حدود منطقة جغرافية معينة فمثلا عندنا هذا الحد الأزرق وهو حد منطقة الدراسة وبدأ داخله جميع المباني في البداية ضروري نتأكد من البيانات المباني أنه جميع المباني إحنا بدنا إياها بحيث في عنا مباني سكنية ومباني تجارية وفي عنا مباني صغيرة الحجم بتمثل الخدمات للمباني الكبيرة فأيضا أنا التحليل راح يتم على المباني المساحتهم أقل اللي هي بتعتبر عن خدمات ممكن تكون مثلا موقف سيارات صغير أو غرفة أو مستودعات بتخدم هذول المباني بعد ما أتحقق من بيانات المباني والمنطقة اللي أنا بدي أكون فيها تحليل البلت إيريا أو المناطق المبنية بقوم بتحويل طبقة البوليغون المباني إلى طبقة نقطية من خلال قائمة الجيو بروسسينج من روح على صندوق أدوات الداتا منجمنت تول من روح على التول ست الخاصة بالمعالم الفيتشر بجموعة الأدوات في عنا الأداء فيتشر تو بوينت من كون بيضافة طبقة البوليغون اللي هي طبقة المباني والأفضل أن نفعل هذا الخيار عشان أي نقطة بتظهر تكون في وسط أو في داخل حدود البناء بعدين نكون بتشغيل الأداء بعد ما تجزلنا الأداء بصير عنا طبقة نقطية كل نقطة بتمثل بناية طبعا البيانات أو الأتريبيوت الموجودة في طبقة البوليغون هم نفسها موجودة في طبقة البوينت بعد ما كمنا بتحويل طبقة المباني إلى طبقة نقطية من روح على صندوق أدوات التحليل المكاني موجود عنا صندوق الاسباشالاناليستول من روح على مجموعة أدوات أو التولست الخاصة بالكثافة فعنا عدة أدوات أفضل هاي الأدوات للوصول إلى خريطة المناطق المبنية في أي منطقة جغرافية هي أداة الكيرنال أو طريقة الكيرنال في الكثافة نبغط عليها ونختار في الخيار الأول هو Input Point أو Blue Line يا أما طبقة نقطية يا أما طبقة من نوع خط عنا إحنا طبقة نقطية بنكون بإضافتها الحقل أو الخيار التاني اللي هو خاص بالعدد السكان آه هذا عبارة عنوية إحنا نقدر نستخدمه نقدر إحنا نكون بإنشاء خريط المناطق المبنية بناء على عدد السكان أو بناء على فيلد معين بس إحنا في هذه المرحلة لتبسيط الأمور بنجعل هذا الخيار null إنه ما يتم أخذ بعين الاعتبار وزن أي قيم حقل عنا المخرج بنقدر نغير الإسم أو نتركه زي ما هو default بالنسبة لحجم الخلية كل ما قلت حجم الخلية بتزيد الدقة وبما إنه المنطقة الجغرافية صغيرة الحجم فالأفضل أنه نختار أقل قيمة إحنا بنقدر نختارها لحجم الخلية إذا كانت المنطقة الدراسة كبيرة جدا محافظة أو مدينة أو دولة فالأفضل ترك الخيار cell size بشكل افتراضي زي ما هو بحسبنا إياه البرنامج بالنسبة لنصف الكطر للبحث إذا أنا بدي أقلل من حجم الراسر اللي راح يطلع بكون بإدخال القيمة والأفضل أنها تكون ما بين 20 ل 50 متر لأنه المنطقة الدراسية صغيرة الحجم فإذا أنا بترك الخيار زي ما هو موجود فاضي ممكن يطلع لي حجم راستر زيادة لكن إذا أقلل هذا الحجم الراستر بكون بإدخال قيمة إذا كانت المنطقة الجغرافية مساحتها قليلة أو صغيرة نوعا ما الأفضل أختار القيمة من بين 20 متر إلى 50 متر فأنا بدي أقوم بإختيار 20 متر وحدة المساحة إذا كانت بالمتر المربع راح يطلع عندنا قيم بالأعشار وأقل بكثير فالأفضل نختار أو نترك الخيار زي ما هو كيلومتر مربع لتسهيل فهم المخرجات باقي الخيارات نتركها كما هي إذا إحنا شغلين على منطقة جيوديسية أو في عنا بيانات الارتفاع نقدر نختار بدلا ما هي طريقة مستوية نقدر نختار طريقة جيوديسية يتمثل الشكل الحقيقي للمنطقة الجغرافية اللي إحنا شغلين عليها لكن إحنا بياناتنا 2D نختار الطريقة المستوية وما في عنا أي معالم عبارة عن عقبات أو حواجز أو ما إلى ذلك يعني أنا ممكن نختار طبقة نقاط تعتبر حاجز أو عائق بيتم استثناء القيم اللي حواليها طبعا القيم في هذا الخيار القيم اللي هي خاصة في الكثافة الأفضل نترك هذا الخيار افتراضي نحن نقدر نختار خيار الأعداد المتوقعة أو الأعداد الكثافة طبعا الإشي الأضاق له الكثافة هيك إحنا خلصنا من جميع عددات مدخلات المعاملات المطلوبة في الأداة اللي اسمها كيرنال بعدما نكون بنقر على ران تشغيل الأداة ويظهر عنا المخرج راستر داتا أو طبقة شبكية أو بيانات شبكية ظهرت عنا بهذا الشكل وين في لون بشكل غامك بيكون في عنا تركيز للمناطق المبنية طبعا نقدر إحنا نغير من خلال النقرة على أي لون إحنا بدنا إياه أو فتحها الواجهة الخاصة بالسيمبولوجي ومنختار مثلا لون أحمر برمزلنا اللون الأحوار وين في مناطق مكتبضة في المباني لو رحنا على هاي المنطقة وشغلنا طبقة النقط في عنا نقطتين كريبات جدا من بعض يعني النسافة بين هذول النقصتين ست متر لو رحنا على طبقة المضلة عمل لك أنه بالفعل هون في عنا كثافة في المباني بنفس الطريقة باقي المناطق وين في كثافة بتن اكتشافها طبعا أنا بقدر أكون بإعادة تشغيل هاي الأداة من خلال التبويب الخاصة بالتحليل بنروح على الهستوري لكي نحافظ على جميع المدخلات الكمراء بإدخالها سابقا بس وضروري نغير الإسام نحط رقم اثنين بدل ما هي البحث عن طريق نصف الكتر عشرين متر نخليها مثلا ميت متر بظهر عنا بيانات راستر جديدة ممكن تكون أفضل من العشرين متر من خلال هاي البيانات احنا بنقدر ايضا نقرأ ونعرف وين في كثافة بنيان فجميع مدخلات الأداة كما تم فرحهم جميعا بقوم باختيار الأعداد والقيم بناء على هدف دراستي بعد وصلت لهذه النتيجة بقدر انه هاي الخريطة اقوم بتصميمها بشكل خارج برنابج RGS بتكون بصيغة PDF او بصيغة image او اي صيغة انا بدي اياها من خلال تبويبة insert وبختار new layout باختار حجم الورقة A3 على سبيل المثال بقوم باضافة البيانات او قلنا نختار ال data الموجودة عندنا بهذا الشكل بقدر اتحكم في الزوم على الماب من خلال التبويب الخاصة بال layout وبروح على هاي المجموعة في عندي الاضهار فان هيك بتحكم بمشروع الخريطة داخل اللي layout وبعمل على زوم معين او على ملتكة معين او scale من كياس رسم المناسب بعدها بكون بتجهيز هاي الخريطة من خلال اضافة عنوان من خلال شريط او شريط الكياس وشريط الرسم وكذلك مفتاح الخريطة بكون باضافته وبيانات ومعلومات ووصف عن هاي الخريطة واتجاه الشمال وانا هيك بكون بانتاج خريطة من خلالها بقدر اعرف المناطق المبنية في اي منطقة جغرافية انا معني فيها در انا بكتر اكون اعمل بعادة تصنيف لهذه البيانات الراستر بحيث ان اكون بتغيير قيم الخلايا عندنا الارقام الموجودة عندنا هون هدو بمثل وقيم الخلايا فمثلا لو روحت على اي منطقة منطقة الموجودة عندنا في هاي المنطقة الموجودة عندنا هون اكون بالاستعلام على حجم الخلية في عندنا الف ومية واثنين وتسعين هو حجم الخلية او كيمة الخلية وليس حجمها حجمها السل سايز حجم واحد متر لكن قيمة هاي الخلية كمتها الف ومية واثنين وتسعين وقبل ما اكون بعملية الكلاسيفيكيشن يعني عادة تصنيف الخلايا انا بقدر اغير لون اي فئة موجودة عندنا هون لو رأت على اخر فئة انا بقدر احطها مثلا لون احمر والفئة القبل الاخيرة بخليها باللون البني واقل قيمة او واقل قيمة مثلا بغيرها للون اخضر جميع المناطق اللي باللون الاخضر لا تحتوي على مباني اطلاقا لكن اذا غيرنا اللون التاني خلينا لون اخضر بشكل غامك شوي من لاحظ ان هون في شوية مباني او في توزيع للمباني بشكل قليل العدد اذا لو رحنا على ادات الكلاسيفيكيشن اعادة تصنيف بيانات الراستر من خلال صندوق ادوات التحليل المكاني من روح على الري كلاس ومن روح على اداء اسمها ري كلاسيفاي باختارها وباختار بعدها بيانات الراستر المطلوب اعادة تصنيفها او اعادة قيم الخلايا على اعداد انا بدي اياها حسب الحاجة وحسب الهدف بقدر اكون بمحي جميع هدول الخلايا القيم واضغط على اختار اي طريق التوزيع متساوية او كمية او بشكل طبيعي طبعا افضل خيار هو التساوي اختار ثلاث قيم يعني انا بدي الخلايا قيم الخلايا اللي راح تطلع تكون فقط ثلاث قيم عندنا احنا هون في كثير قيم للخلايا بعدما نكون بالنقر على رن او تشغيل الاداة فابتظهر عندنا بيانات راستر جديدة فيها فقط ثلاث قيم تسهل علي فهم بيانات الراستر بمعنى القيم رقم ثلاث اللي هي المناطق اللي فيها اكتظاظ او فيها مباني بشكل متلاصق وكريب على بعض اما المنطقة او القيم رقم اثنين في شوية كثافة متوسطة بين المباني والقيم رقم واحد قليلة المباني قليلة المباني لون اخضر متوسطة المباني لون بني والكثافة لون احمر انا هيك كنت بتجميل الراستر دياتا بشكل انسب وافضل للفهم وقبل النهاية انا بقدر اكون بتحويل الراستر دياتا الى فيكتور دياتا وهي طبقة من نوع مضلع بوليجون من خلال صندوق ادوات التحويل ومن ثم اختيار الراستر داتا لو رهنا على الاتريبيوت طبعا بعد بكمنا بتحويل او باعادة تصنيف قيم الراستر داتا بيظهر عنا الاتريبيوت تيبل عنا ثلاث قيم وفاليو وان وفاليو تو وفاليو ثري لكن الاصل من مخرج الادات الكثافة لا يوجد اتريبيوت تيبل ليش لانو في عنا قيم كثير وفي عنا عداد هائلة من القيم انا جمعت جميع هدول القيم الكثيرة واذا كانت منتكة الدراسة اكبر واكبر فبكون القيم بتزيد اعدادها جمعتهم في ثلاث قيم فقط طبعا اسم الحقل الهو الفاليو واحد اثنين ثلاث وهذا العددهم يعني في عنا القيمة رقم واحد تمانمية اربع الاف قيمة للرقم واحد رقم واحد طبعا قليل جدا يعني لا يوجد او يوجد مباني لكن خفيفة جدا ما فيش عنا اكتظار سكاني خلينا نحكيها بقدر اكون باعادة اسمية المخرج او الطبقة من نوع بوليغون بخليها بلت اريا بوليغون بقدر اكون بتبسيط المضلعات بقدر ان اكون بتفعيل هذا الخيار عشان يتم انشاء معالم متعددة الاجزاء ممكن يكون فيه جزئين بناتهم فراغ هدول الجزئين نفس القيم فالافضل ان اكون باختيار هذا الخيار اكون بانشاء معالم متعددة الاجزاء عشان اخفف من عدد المضلعات من الخيار الاخير بخص نقاط الرؤوس الفيرتكس الخاصة في المضلع انا بقدر احط قيم من عندي انه ما يزيدش يعني عن حد معين اعلى عدد قيم فيرتكس تكون مثلا ميت نقطة طبعا كل ما زاد قيم الفيرتكس بزيد الدقة اكثر لكن الافضل اتركه فراغ بشكل افتراضي كما هو بعد ما نكون بتشغيل اداة الرصرت بوليغون منلاحظ النتيجة صار في عنا طبقة بوليغون موجود فيها سمات او بيانات معينة في القيم الحقول في عنا واحد واثنين وثلاث الهول بعبر عن القيم الموجودة عنا واحد وثلاث واحد هدول مناطق قليلة قليلة المباني وتوسطة كثافة المباني وكثيفة جدا وبنفس الطريقة بقدر اعمل سمبولوجي على اليونيك فاليو واختار الارقام واحد اتنين ثلاث رقم واحد يكون خفيف اللون او لون اخضر خفيف ورقم ثلاث يكون باللون مميز احمر رقم اتنين ما بين الاحمر والاخضر خلينا اللون بني بقدر اكون بعمل ترانسبرانسي على هاي الطبقة خليها ثمانين في المية وشاهد صورة جوية موجودة عنا ونشاهد النتيجة هاي هون مناطق مكتبة في المباني لو شغلنا طبقة البلدنج او النقط بهذا الشكل وبعد الانتهاء من جميع عملية التحليل للبلد ايريا والكشف على المناطق المبنية في اي منطقة احنا معنيين فيها بنفس الطريقة كما تم شرحه سابقا منقدر احنا نقوم بانشاء خريطة وتقديمها لاصحاب القرار لاتخاذ قرار مناسب لمشكلة مكانية معينة بتمنى من الجميع انه فهم وتعلم وعرف كيف يكون بانشاء خريطة البلد ايريا لمعرفة والكشف عن المناطق المكتبة في المباني والمتوسطة الكثافة والاقل الكثافة او في مناطق لا يوجد فيها مباني اعطيكم العافية